استقبل سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدأ للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة السابق وخلال اللقاء أشهد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السيد هشام بن محمد الجودر خلال توليه زمام الأمور في وزارة شؤون الشباب والرياضة بما يتوافق مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمر الذي ساهم في الارتقاء بمنظومة العمل الإداري في الوزارة وتحقيقها لإنجازات متميزة على مختلف الأصعدة وقال سموه يعتبر سعادة السيد هشام بن محمد الجودر من الكوادر الوطنية التي وضعت بصمات واضحة في مسيرة الحركة الشبابية والرياضية وبذل جهودا متميزة في تنفيذ سياسات وبرامج المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفق البرامج وآلية التنفيذ المقدمة من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمر الذي ساهم في الارتقاء بالقطاعات التي ترعاها الوزارة والمتمثلة في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمنشآت بالإضافة إلى القطاعات الشبابية المختلفة وتحقيقها للعديد من الإنجازات الطيبة من جانبه أعرب سعادة سيد هشام بن محمد الجودر عن شكره وتقديره إلى سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه طوال فترة ترأسه لوزارة شؤون الشباب والرياضة وقال حرست أثناء قيامي بمهامي كوزير لشؤون الشباب والرياضة على تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة تجاه الحركة الشبابية والرياضية بالإضافة إلى تطبيق رؤية سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة في تحقيق أقصى درجات الارتقاء بالقطاعات التي ترعاها الوزارة والعمل على تطبيق سياسات المجلس الأعلى لشباب والرياضة الأمر الذي ساهم في تحقيق الوزارة للعديد من الإنجازات المتميزة ترجمة نانسي قنقر